أعلنت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والعضو في لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي أن مقاتل المعارضة السورية استخدموا غاز السيرين تفيد بعض الشهادات التي جمعناها أن بعض الأسلحة الكيماوية قد استخدمت ولسيما غاز السيرين ويبدو من تحقيقاتنا أنها استخدمت من قبل المعارضين من قبل المتمردين ديل بونتي أوضحت أيضا أن أبحاث لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لم تنتهي على الإطلاق مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية قد تكشف كذلك إن كانت حكومة الرئيس بشار الأسد قد استخدمت هذا النوع من الأسلحة الكيميوية أم لا وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حذر من أي قرار يتخذ كرد فعل من دون حيازة جميع العناصر حول استخدام هذه الأسلحة والأطراف التي استخدمتها في سوريا